كجزء مهم من مهام وزارة التضامن الاجتماعي هو الاهتمام بأصحاب الهمم بدوي الاحتياجات الخاصة عندك اهتمام شخصي لدعم هذه الفئات أولاً أنا تربيت في مدرسة كان فيها دمج يعني الولاد يعني بصي بقى يعني أنا من زمان خالص كان عندنا قسم خاص وكان الولاد لما بنروح الصبح بيقوا موجودين مدرسة إيه؟ مدرسة كوريترامسيس البنات رامسيس كوليترامسيس فكان عندنا القسم الخاص موجود فتربينا وكنت بحبهم جداً يعني كنت بلعب معهم الصبح ممكن ساعات أصحابك عادي لا كنت ساعات أسيب أصحابي وأروح لهم لأن أصحابي يقولوني لأ مش ما يعني فا ولما أختفي منهم أنا فاكرة كويس قوي مرة رحت لأصحابي ما رحت لهمش بقى فخابوا شنطة المدرسة بتاعتي لمدة يومين مش لقيها مش لقيها مش لقي الشنطة لأ فلما بقين يشوفوني يقوليه عشان تحرمي ما تلعبيش مع أنا تاني فولاً هم طيبين جداً وبياخدوا قلبي بصراحة وبعد دي الجزء والجزء التاني أنه ليه حقوق يعني شوية حاجات بسيطة كل واحد فينا عنده حاجة ممكن يكون مفتقدها فيه حاجات باينة وفيه حاجات مش باينة دكتورة نبينا عرفت أن أنت بتدعميهم جداً في التعليم وفهمت أن في معنا في الحضور كمان ناس يعني متفوقين علمياً ناس رائعين ما تعرفين بيهم كده؟ أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً أنا محمد حسين عبدو طالب في منحة الوكار المكان للتنمية الدولية يونس إيد الدفعة الأولى لدرجة الباكالوريوس باكالوريوس إيه تخصص إيه؟ بإذن الله إن شاء الله بزنس أدمنستريشن بإذن الله إيه دا والمنحة دي جات لك إزاي؟ أو أنت أخدتها إزاي؟ والله هو يعني قدمت في الفورم بالقبول في المنحة وكده والحمد الله وشكر الله طبعاً عشان كنت في كذا مكان وهم بيهتموا جداً بالكوميونت سيرفس وبيهتموا جداً بالتفوق الدراسي وكده فده يعني أهل أن أنا كنت جميع أمريكيين جميع أمريكيين هتشرحي لي أكتر إيمان حديها دكتور طيب وحضرتك ممكن تعرفين بنفسك؟ طبعاً أنا اسمي سارة موحي محمد أهلاً يا سارة أهلاً بحضرتك طالبة في منحة يوس إيد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنا دلوقتي في بريد جير يعني خلاص قرب تدخل آيلت علشان أدخل ايو سي إن شاء الله يعني ثموحي بجد أن أدخل ميديا ان جيرناليزم حضرية الكودولية حقيقي تسلامي أمريكي تسلامي يا أمر تسلامي يا أمر أنتي خلاص سنوية عامة بمجموعة كم؟ أنا جبت التسعين في المية بس في الحقيقة هو كان يعتبر من غير دروس خصوصية أو أخذت حاجة بسيطة خالص فبالنسبة لي.. يعني دا إنجاز بالنسبة لي تسعين في الميتهم يعني بخيرهم أنا أصلاً من أسيود بس عايشة بالكاهرة يا أهلاً وسهلاً أزاي قدمتي على المنحة؟ أنا قدمت في الفورم برضو وتقبلت بناء على أن أنا عندي كده زي أنا بعذف وبعذف أورج و أكورديوم وبالعب كرة جرس حاجة للمكفوفين يعني كرة للمكفوفين بس ببقى فيها جرس كنت كمان بشارك في مسابقات مكتبية عندنا في المدرسة زي فرسان التحدي دي بتبقى حاجة لي علاقة بالمكفوفين برضو بس فأنا كنت بالنسبة للمنحة برضو كنت فولنطير في جمعية رسالة بعلم برايل و كنت بساعد صحبي في المدرسة الجرئيني كنت داخلي الجميلدة فأوزن أنت منمر على ماس كوميونيكيشن نعم منظر على ماس كوميونيكيشن بالزوت خصص محدد ولا لسه مفكرتيش وانا نكتب صراحة ان انا بقى يعني ازعاء تلفزيون فاكملنا ان انا بقى في دقوي حقيقي ان شاء الله في يوم قريب جدا بعد اقل من 3-4 سنين تبقي معانا هنا وانتي بتعملي في الحقل الاعلان ده شرف لي حبيتك جدا حبيتك جدا اكبر شرف لي حقيقي انا محمد فرحات الطالب في الجامعة الامريكية في الكاهرة انا كنت من اولي الجمهورية مكففين في السنوات العامة فحصلت على المنحة فهي قبلتني بتدرس ايه بقى انا لسه في البرجير ولسه ما فيش تخصص لسه هندخل نحن الايلس وان شاء الله لما يعني انت دوتي بتتعليموا اكتر لغة نحن نكتسب اللغة كناطقها الاصلي واني عايز تدخل الميجور ايه بقى ديتا ساينز ديتا ساينز احنا عندنا برنامية التكافل وكرامة يعني من ضمن الحاجات اللي بقول لها عليك عليها في الاول يعني ايه يعني يعني مالش يعني انتو اصارهم ده احنا بنجبلهم منح بنجبلهم منح من المعونة الامريكية السنة دي يعني السنة اللي فاتت اعملنا ووفرنا عدد اقل من خمسين منحة السنة دي ان شاء الله احنا بنخطي الخمسمية وبناخد من اللي هم عندهم بعض التحديات او من دول الهمم اللي عندهم انواع اعاقات مختلفة وبنفتح لهم الطريق لان هم يعني زي ما هيك شايفة كده طبعا فبنقدم لهم في جامعات والحياة احنا السنة دي خطبنا جامعات مش بس الجامعة امريكية خطبنا جامعات المصرية والدولية لان في منهم مثلا دخل جامعة القاهرة دخل نظام الكرادت فممكن تكون جامعة دولية ممكن تكون جامعة مصرية ممكن تكون جامعة خاصة فبدأنا نخاطب الجامعات ونقول لهم من بيب اللي هو يعتبروها كأنها مسئولية مجتمعية تجاه شباب متفوق اولا طبعا هم متفوقين برغم التحدي وهم من قرى بسيطة ما كانش فيها خدمات كيفية ومحددين الهداف وتحده كل ده والتحده البيئة الجغرافية تحده الاعاقة تحده كل حاجة علشان وتفوقوا فقلنا لا احنا مش هنسيب احنا قدمنا أسامي كتير وهم قبلوا شوية فسلفت كنت تزعلانا قوي ان فيه كتير منهم قالوني احنا عايزين نقودهم بس احنا مربوطين بعدد ايه طب ما عليش انا عايزة اسأل حضرتك لو انا بتفرجع تيفيزيون دلوقتي وانا أسرة وعندي ابني او بنتي متفوقين جدا ويمكن يكون عندهم اي مشكلة ما اقدم ازاي انا انا اكلم كنتوا ازاي في توزارة احنا كنا معنيين بولدنا في المؤسسات ولادنا بتوع تكافل وكرامة ولادنا من ذوي الاعاقة اللي هما مسئوليتي الاولى طبعا هو كل شباب مصر على رأسي بس دول اللي هما قريبين مننا قوي من ذوي الاعاقة اللي بياخدوا تكافل وكرامة من ولادنا في مؤسسات الرعاية فبقينا نوفر لهم منح وللوقتي حياة كريمة تبعكو يعني لو في اي حد من القرى اللي انتو شغالين فيها في حياة كريمة ممكن يكون بنفتح بالعكس هو انا كنت محدودة بعدد فباخد الاقرب لي يعني اللي هو من برامج بتاعتنا لكن لو كده هو حتى الجامعات بدأت تقولي احنا كمان بناخد ولاد